موسيقى 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 يا أهلاً يا أهلاً أنا عارفة أننا في الأجازة سيكون إيه إحساسكو لو بتروحوا أول يوم مدرسة في مدرسة جديدة بتعرفوش فيها حد خالص وكل الناس بتبص عليكو كأنكو أغرب حاجة أي حد شافة في حياته فكروا في السؤال ده خليكم فاكرينه كويس وأنا بحكي لكم عن أوجي نهاردة أنا عايزة أكلمكم عن وندر أو عجوبة الكاتبة اسمها أر جاي بلاسيو ترجمه للعربي إيهاب عبد الحميد عجوبة يعني حاجتين يعني حاجة غريبة ومختلفة وخاصة شوية بس كمان يعني معجزة وإشيء خارق للطبيعة ودول بالزبط الوصفين اللي نقدر نستخدمهم لما نتكلم عن بطل الرواية أوجي بولمن أوجي ولد عنده عشر سنين اتولد بحالة طبية نادرة جدا فرصة الإصابة بيها واحد كل 4 مليون فكان نتيجتها أنه اتولد عنده تشوهات كبيرة جدا في الوجه ورغم صغر سنه إلا أنه بالفعل خضع للـ 27 عملية عشان يقدر يشوف عشان يقدر يسمع عشان يقدر ياكل كويس أو يتنفس كويس والنتيجة لكل العمليات دي والإصابات دي ما كانش بيروح المدرسة كان بيتعلم في البيت ولكن في كل ما عدا ذلك أوجي كان طفل عادي جدا زي أي ولد في سنه بحب يركب عجل تلعب فيديو جيمز بحب لما بابا أو مامته يقرولوا قصة قبل ما ينام أوجي كمان مهتم جدا بالعلوم ونفسه لما يكبر يكون رائد فضاء تحب عيلته أخته الكبيرة فيا وكلبتهم الصغيرة ديزي اللي بتحبه أكتر من أي حد تاني في البيت حياة أوجي كانت هادية نوعا ما قصة الأمان اللي قصرته موفرهوله الحب اللي بيلاقيه في كل المحيطين بيه لأن أي حد بيعرف أوجي لازم بيحبه لحد ما مامته بتقرر أنه كبر كفاية وحالته استقررت كفاية أنه خلاص يدر يروح المدرسة العادية زي باقي الأولاد اللي في سنه من ناحية لأنه أوجي بالفعل شاطر وذكي جدا والمدرسة بجد هتكون مفيدة له أكتر من التعليم المنزلي بكتير ومن ناحية تانية أنه السنة دي بالذات كل الأولاد بيبدأوا مرحلة تعليمية جديدة فمش هو الوحده اللي هيكون الطفل الجديد اللي في المدرسة وسط معرضات أوجي ورفضه وإقناع مامته المستمر بيقول طب خلاص أجرب أديها فرصة على شرط أنه لو بعد التجربة وجد أن المدرسة مش بتقدم له أي حاجة جديدة أو مفيدة أو بس محبهاش مامته وبابا هيقرجوه منها تاني ويرجعوه يتعلم في البيت هنا بالضبط الأحداث بتبدأ أوجي عارف أن شكله مختلف وعارف كمان اللي هيشوفه من البعيد شي بقى قادر يفهم هو ليه شكله عامل كده قال مثلاً كان في حدثة أو في حريق ترق ملامحه بالشكل ده أوجي كمان متعود على نظرات الناس لما بيشوفوه أول مرة النظرة اللي بتجمع ما بين الخضة والمفاجأة والدهشة حتى أحياناً الخوف هو عارف ده كويس لدرجة أنه متوقع قدر كبير من اللقبطة والمدايقات في أول كام يوم في المدرسة يمكن كمان أول ترن مشكلة بس أنه هو عارف من تجربه السابقة يعني لما يروح يلعب في الجنينة أو في الألعاب ويقابل طفل صغير يشوفو ويتفاجئ بشكلو ويقول تعليق مش كويس أنه الطفل ده في الأغلب مش بيكون قصده يجرحو أو يضايقوه هو بس مش بيكون مستوعب فاللي بيعملوا أنه بيقول اللي بييجي في دماغه بدون تفكير حقيقي بينما الأطفال الأكبر سناً اللي هم أجي هيقابلهم في المدرسة دول بيكونوا فاهمين قوي أن الكلام اللي بيقولوه ده مؤذي وبيجرح وهيزعلو ومع ذلك بيقرروا برضو أن هم يقولوه بالعكس دول بيستمتعوا بالأذى ده وبيتحكوا عليه كأنه نكتر ودي الحاجة اللي كانت بتخوفه أكتر من أي حاجة إن الأولاد يكونوا عارفين وفاهمين بل ومتأكدين إن هم مؤذيين ومع ذلك ما عندهمش مشكلة في الحالة دي يعني هو إيه اللي ممكن يعمله ويوفر لنفسه بيه أمان أو إزاي يقدر يحمي نفسه بدون ما يتحول للولد اللي بيعايت وبيشتكي كل شوية للمدرسين والمدرسات أو حتى لأهله في البيت لأن ده طبعا مش هيساعده خالص على تكوين صداقات جديدة في المدرسة الجديدة كمان ما فيش إمكانية إنه يروح المدرسة لابس خوزة رائد الفضاء اللي كان بيلبسها طول الوقت قبل كده أولا عشان هي كان شكلها كول وروش وهو نفسه يكون رائد فضاء بس كمان وثانيا وده الأهم إنها بتخبي وشه وبالتالي بيقدر يتعامل مع الأولاد بثقة أكبر وبدون ألأ من أي سخفات محتملة والحقيقة إنه رغم معرفة أوجي بحاجات كتير أكبر من سنه سواء معلومات قرها في كتب أو تجاره بمرة بيها وقت علاجه إلا إنه ما كانشي أبدا بيستوعب وليه ممكن حد يحكم على حد من غير ما يعرفه بس علشان شكله وهو شكله مختلف مختلفناش بس ده مجرد شكل تفصيل خارجي هو من جواه مش مختلف خالص زي ما الناس فكر هو إنسان ولد عنده عشر سنين ولا أكتر ولا أل الفترة الأولى في المدرسة كانت متعبة جدا لأوجيه من نواحي كتير أولا لأن الأولاد ما بيرعبوش معاه حتى شعيز يعود جنبه بتكلموا عنه من وراء ظهره وأحيانا بتكلموا عنه حتى في وشه وبيدايقوا من بعيد لبعيد ومن تحت لتحت بطرق مختلفة حدش عايز حتى يلمسوا بدرجة إنهما طلق شاعن اللي بيلمس أوجي بيتعادى منه وبيتحول يبقى شكله وخلوها لعبة وسموها الطعون شايفين القصوة؟ حد ممكن يقول طيب بس ده يعني كويس في الآخر محدش كان بيضرابه أو بيتخانق معاه لكن هقول لكم الضرب والخناء ما هماش الطرق الوحيدة إلى حد يقدر يئذي بيها حد تجاهل أذى والنبذ أذى والاتنين مع بعض ما يقلوش في الخطورة وفي التأثير عن الضرب أو الخناء طيب إذا كان الوضع كده حسب الاتفاق المفروض دلوقتي يأوجي يرجع يكمل تعليمه في البيت زي ما مامت وعدته هل عمل كده؟ صراحة لا لأن على الرغم من كل السخافات والمدايقات دي برضو كان فيه حاجات عجبية في المدرسة مش موجودة في البيت وهي دي اللي كانت بتخليه يكمل ويستحمل ويروح كل يوم زي إنه بيستمتع جدا بحصة العلوم والتجارب المدهشة اللي بيقوموا بيها كل مرة مع المدرسة بتاعتهم ودي طبعا حاجات ما كانت بيقدر يعملها في البيت كمان هو كان مبسوط بإحساس إنه أشتر وأسكى من ولاد تانيين في سنه بتروح المدرسة طول عمرها وهو اللي تعلن في البيت جاء تفوق عليهم كان مبسوط كمان إنه كون صدقات تخصه هو برا العيلة صدقاته لقيلة أه بس هي صدقات حقيقية مع ناس عرفة أوجيل حقيقي واكتشفت قد إيه هو زكي ودمه خفيف ومتعاون فيه ولد لطيف خالص كان اسمه جاك وبنت زكية خالص اسمها سامر وهم دول كانوا أصحابه الأنتين بينما قبل كده قبل ما يروح المدرسة هو كان بيعرف عيلته وأصدقاء العيلة لأن دول كانوا الدايرة الأمنة اللي هم ضمنين إن محدش فيها هايداي أوجي ولذلك وبمرو للوقت موضوع المدرسة ده اتحسن شوية وبقى له مزايا أكبر زي إنه بقى بيقدر يحل مشاكله بنفسه بدل ما كان بيعتمد قبل كده بشكل كامل على بابا وماما يحلوله كل المشاكل اللي عنده وأنه بقى عنده حياة كتماعية حقيقية بعيوب ومميزات زي أي طفل عنده عشر سنين وده بالذات اللي فيها أخته كانت بتحاول تفهمهوله إنه مفيش حد حياته مثالية يا أوجي كل الناس عندها مشاكل والمدرسة الصعبة على كل سواء الطلب الجداد أو الطلب الأدام وسواء اللي شبهك ولا اللي مش شبهك نعم المشاكل دي بتختلف من حد للتاني لكن برضو محدش فينا كان داخل مسابقة عشان يشوف مين عنده مشاكل أكبر ولو في النهاية عايز تكون شخص عادي والناس تتعامل معاك إنك شخص عادي ضروري تتقبل وتتفهم إنه هي الدنيا كده فيها حاجات لطيفة فيها مشاكل سخيفة وإن العالم مش بيدور حولك حتى رغم إنه أحيانا وإحنا جوه مشاكلنا أو بنفكر فيها بنحس بكده إن العالم كله والكون كله اتلخص في المشكلة دي يا إما تتحل يا إما العالم هينتهي خلال السنة الدراسية دي حاجات كتير كمان بتتغير في أوجي ورأيته للحاجات بتختلف بيعدي بمواقف ومغامرات خطيرة ما كانش أبدا ممكن يمر بيها إذا كان كامل التعليم المنزلي بيت برا البيت في رحلة تبع المدرسة عمل واشروع في العلوم وكان الناس كلها وقفوا تتفرج عليه وكانت مبهورة بالدقة والإتقان اللي عند أوجي بالذات لأنه مش بيستسهل ويعمل أي حاجة كده أي كلام زي ما كل الناس بتعمل كمان هو تغلب على خوفه من تجربة أنشطة جديدة وتخانق أول خناقة وتصالح أول صلح بيحصل له حاجات وبيعمل حاجات تانية كتير ولكن مش هعرف أولوكو عليها عشانتوا لازم تروحوا تغيروا كتاب بنفسكو وتستمتعوا بنفسكو بالتفاصيل اللي كان حلوة قوي ولفت انتباهي كذا مرة أنه أوجي في كل موقف كان لما بيحتاج ياخد قرار بيفكر بعقله وبيسمش مشاعر الغضب هي اللي تقوده ودي حاجة بصراحة مش كل الناس بتعرف تعملها حتى فيه كبار بيتصرفوا الأول وبعدين يفكروا وده طبعا بيقدي لمشاكل كبيرة زي ما انتوا قادرين تتخيلوا لكن أوجي كان بيفكر قد ما بيقدر وبعد كده بيتصرف أستاذ براون أستاذ الإنجليزي بتاع أوجي في المدرسة اتفق مع تلاميزه أنه هيقول لهم كل شهر جملة زي الحكمة كده أو الاقتباس أو النصيحة أو الواصية بالطريقة دي ببيعلمهم حكمة أو فكرة جديدة طول الشهر ويدرسوا حاجات ليها علاقة بالحكمة دي وفي نهاية كل شهر يكتبوا موضوع تعبير يقولوا فيه هم إيه بالزبط اللي فهموه من الجملة دي حتى في الصيف لما كل الأولاد يسافروا أو يروحوا المصيف هيستنيهم هم يبعتولوا جملة جديدة لها معنى مهم وتأثير كبير بالنسبة لهم من أي مكان في العالم في نهاية الحلقة دي هبقى أوريكوا الاقتباسات اللي أجي وأصحابه بعتوها وأوريكوا القايمة الكاملة للواصية بتاعت السنة اللي أستاذ براون جمعها بس دلوقتي خلوني أكلمكم عن أهم وصية في الكتاب وأول جملة كتابها أستاذ براون على الصبورة في أول حصة في السنة لو خيرت بين أن تفعل الصواب والطيب اختار الطيب دي جملة أستاذ براون قالها في بداية السنة ومعناها إنه لو قد منك قرارين تختار بينهم قرار منهم هيبين قد إيه أنت صح وعندك حق وعارف أكتر وقرار هيخليك إنسان أطيب وأكتر قدرة على الشعور بالآخرين والتعاطف معاهم اختار القرار الطيب فيه قطباس كمان في الكتاب دا ليه علاقة بنفس الفكرة من كتاب لجي أم باري وده كاتب جميل جدا بس هكلمكم عن كتابه في وقت تاني بيقول هلأ وضعنا قاعدة جديدة للحياة إن نكون دائما أكثر طيبة مما ينبغي يعني ما نكتفيش بإننا نكون طيبين بالدرجة المطلوبة لأن نكون قطيب منها شوية كمان لو فكرتوا هتلاونوا فعلا فعلا سهل قوي إن نحن نكون طيبين ومتسمحين مع الناس اللي نعرفهم الناس اللي بنحبهم الناس اللي هم شبهنا دول وتجاربنا في الحياة شبه تجاربهم الصعب بقى واللي بيحتاج عزيمة وإرادة وتركيز أكبر هو أن نحن نكون طيبين ومتسمحين مع الناس اللي مش شبهنا لما نعرفهمش لما نعرفش حاجة عن تجاربهم ولا نفهمها عشان كده الطيبة فعل قوي بيمرسوا الأقوياء مش الضعفاء لأن الشخص الضعيف دايماً عنده شعور أنه محتاج يثبت حاجة للناس يثبت أنه صح يثبت أنه يعرف أكتر أو بيمتالج أكتر أو عنده قدرات مش عندهم بينما الشخص القوي بيفكر أنه أفعاله هي اللي بتحدد هو مين في الحياة وأن كل قرار بياخده عشان يعمل شيء أو ما يعملش شيء هو اللي بيخليه إما إنسان كويس أو إنسان وحش فبيسأل نفسه باستمرار إيه شكل الإنسان اللي هو عايز يكونه؟ هل عايز يكون إنسان جيد له أثر طيب في حياة المحاتين بيه؟ ولا إنسان سيء بيسبب الأذى في كل حتة بيروحها بدون ما يهتم خليكم فاكرين التفصيلة دي أنه الطيبة والقوة حاجة تتكرر معانا بعد كده بأشكال مختلفة في كتب كتير قوي كل مرة هنتكلم عن شكل الأشكال دي هتلاقوا نفسكوا بتتفاجئوا بيها كأنها فكرة جديدة خالص هديني يقولتلكوا ها الشخص القوي والعظيم مش ضروري يكون عنده عضلات أو صوته عالي أو حتى لو أصغر واحد في الفصل لو أقسر واحد في التمرين طلاقة ما عارف يختار القرار الطيب في الوقت اللي يقدر يختار فيه قرار تاني ده أقوى وأعظم إنسان في الدنيا بالحاجات الحلوة في الكتاب ده إنه بيتحكى من وجهة نظر كل الأبطال اللي في حياة أجي فبنتعرف على القصة نفسها بالطريقة اللي كل حد شايفها بيها وده شيء مهم إن إحنا أحيانا لما منسمع أي قصة مش لازم أي قصة في كتاب أحيانا بتكون حتى قصة منسمعها من حد منتأثر جدا باللي منسمعه بدون ما منسمع بأي الأطراف وناخد مواقف بناء على الأراء اللي إحنا كوناها من زاوية واحدة بنامى الحقيقة إن كل طرف عنده أسباب ودوافع ومشاكل ومحركات مختلفة بتخليه أو تخليها يتصرفوا بشكل معين فمن خلال الكتاب ده بنشوف أجي بيحكي عن نفسه وعن يومه وعن مشاكله والمواقف اللي بيمر بيها وده طبعا طبيعي لأنه الكتاب عن أجي بس كمان بنشوف أصحابه جاك وسامر وتعملهم مع أجي أول لما جاء المدرسة وتصرفاتهم فهم مواقف كتير جدا أجي كان قراد يحكي لنا عنها وبنشوف مشاكل وضغط هما نفسهم كانوا فيه وأجي ما كانش عنده عنه أي فكرة وبنشوف أخته الكبيرة فيها اللي كمان عندها مشاكل بسبب إن اهتمام باباها وممتها طول الوقت بيكون على أجي أكتر منها ولكن حبها الأجي دايما بيخليها ما تبينش ده حتى صاحبها جاستن وصاحبتها ميراندا بيحكوا عن مواقف مشتركة معاها هي وأجي تخلينا نستغرب دول كأنهم بيحكوا قصة تانية خالص غير اللي أجي حكيها لنا مش عشان أجي بيجذب أبدا ولكن لأن كل واحد واقف في حتة فبيشوف الصورة أو المشهد أو المواقف بشكل مختلف ده بيخلينا ناخد بالنا بعد شوية إن كل واحد عنده قصة مختلفة حتى لو كنا كلنا مشتركين ومشتبكين سوى في لحظة ما في قصة واحدة نخلل وجهات النظر دي والتعرف على حكاية كل حد نكتشف إن الحياة عادلة جدا حتى لما بتبين مش كده وإن كل حد عنده حاجة ونقص منه حاجة حتى لو هو أو هي مش واخد بالهم ده رواية بالانجليزي حوالي 315 صفحة وبالعربي 430 صفحة ورغم إن ده ممكن يديكم طباعة إنها رواية كبيرة أو طويلة وهتاخد وقت كتير في قراءتها إلا إن ده مش صحيح خالص لإنها مكتوبة بأسلوب بسيط جدا وممتع ولطيف للدرجة إن أنتوا أول ما تبتدوها مش هتبقوا قادرين تبطلوا قراءة لحد آخر صفحة ويمكن لما تخلصوها وتعجبكم تروحوا تقروا الكتب المكملة اللي ليها علاقة برضو بقصة أوجي أورجي بلاسيو عملتها عشان تحكي قصص باقي الأبطال بس بتفاصيل أكتر شوية بالذات الشخصيات اللي إحنا معرفناش قوي عن حياتهم من خلال قصة عجوبة زي قصة جولين الولد المؤذي اللي فضل يدايق أوجي طول السنة بس بالمناسبة ما طلعش شرير قوي أو ما طلعش يعني شرير كده من فراغ إن إحنا لما هنسمع عنه ومنه نعرف قصته أكتر هنفكر فيه بشكل مختلف وكمان في كتاب اسمه أوجي وأنا بيحكي فيه تلات أبطال تانين عن علاقتهم بأوجي وإزاي غيرتهم على مدار السنة واندر أو عجوبة وباقي الكتب اللي انضمت للسلسلة مناسبة لسن تقريبا من تسعة سنين لحد تسعة وتسعين سنة آخر حاجة عايزة أقولها لكم إنه الرواية دي تحولت لفيلم جميل جدا مش عارفها شفتوه ولا لسه بس لو ما شفتهوش أنصحكو تقروا الكتاب الأول عشان دايما الكتاب فيه تفاصيل أكتر من الفيلم خلينا نعرف الشخصيات ومشاكلها ودوافعها وإيه الحاجات اللي بتخليها تتصرف بشكل معين بدل شكل تاني وده مش بيبقى بيين أوي في الفيلم بعد كده تقدروا تشوفوا الفيلم وقراروا أنتوا حبيتوا مين أكتر أنا عن نفسي حبيت الاتنين جدا كده خلصت كلامي بس لأن الكتب لسه ما خلصتش ويا رب ما تخلص استنوني مرة جاية في حلقة جديدة مع كتاب وقصة جودت شكرا اشتركوا في القناة